تتلاشى شعارات المقاومة والممانعة عندما يصبح هم ميليشيا حزب الله والاستحواذ على لبنان وخدمة المشروع الإيراني في المنطقة فلا مانع من أن تعترف بوثيقة تذكر اسم إسرائيل صراحة كما في اتفاق ترسيم الحدود مع الكيان الصهيوني مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابق ديفيد شينكر في معرض حديثه عن الوضع اللبناني والأزمة السياسية والاقتصادية أشار بكل وضوح إلى أن انهيار لبنان من الناحية المالية دفع ميليشيا حسن نصر الله إلى التوقف عن لعب دور المعرقل أمام أي موارد جديدة تأتي إلى لبنان مهما كان مصدرها مع ملاحظة تغير في تعامل هذه الميليشيا مع ملف إسرائيل بل أصبح هذا الحزب شريكا تجاريا لإسرائيل وفقا للشينكر الوضع الحالي في لبنان ينذر بانفجار شعبي كبير وزيادة الاحتقان ضد الحكومة التي تعمل تحت مظلة إيران ممثلة بحزب الله لذلك تحتاج هذه الحكومة دعما دوليا لحمايتها من الثورة الشعبية ووجدت هذا الدعم غير المباشر من تل أبيب التي تنظر إلى موافقة حزب الله وحلفائه على وثيقة ترسم الحدود بشكل إيجابي وذلك يعني أن هناك تنازلا واضحا من قبل النصر الله للكيان الصهيوني لكن كل بثمنه فمشغلوا حزب الله في طهران مستفيدون ومطلعون على ما جرى من ترسيم الحدود ولم يكن ليتم دون موافقة منهم وعلى ذلك يربط مراقبون بين هذا الاتفاق وما يجري في العراق من ناحية أن طهران قدمت تنازلا في لبنان لتقبض الثمن في العراق وبصورة أوضح أزيلت عنها كل العراقي من أجل المضي بتشكيل حكومة في بغداد يكون رأس حربتها الإطار التنسيقي الموالي لإيران ترجمة نانسي قنقر